بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة السادسة إعداد الموازنة الاستثمارية ثانيا دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات The Economical Visibility Study of Projects يتوقف نجاح المنشأة في المستقبل على مدى جدية الدراسات التي تمت لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري وهو في طور التكوين فالعامل الحاكم إلى حد كبير لمدى نجاح المنشأة هو جودة قرار تفضيل المشروع الاستثماري المقترح عن باقي المشروعات الاستثمارية كما أن جودة نتائج تقويم المشروع الاستثماري تتوقف على مدى توافر البيانات الملأمة درقم واحد اتنين درجة دقة البيانات وواقعيتها بكونها مستمدة من البيئة تلاتة درجة شمولية البيانات لكافة الجوانب التي يجب أن تتناولها دراسة جدوى المشروع الاستثماري المقترح فالبيانات المطلوبة لدراسة جدوى المشروعات الاستثمارية يجب أن تكون مستمدة من دراسات مستفيدة للبيئة الاقليمية التي سيتم إقامة المشروعات في نطاقها وتجمع بيانات عدة مثلها البيانات الخاصة بالبيئة المحيطة من حيث الوضع الاقتصادي والقانوني والسياسي والاجتماعي السائد في البيئة التي سينفذ فيها المشروع اتنين البيانات الخاصة بالمنتجات أو الخدمات التي ينوي المشروع الاستثماري انتجها أو تقدمها 3- البيانات الفنية والهندسية والمستوى التكنولوجي المقترح استخدامه في تنفيذ المشروع 4- البيانات المرتبطة بالموارد المادية والبشرية التي سيحتاج إليها المشروع الاستثماري كي تتوافر إمكانية تنفيذ المشروع بالصورة الملأمة يمكن عمل منهج إجرائي لتقويم المشروعات ودراسة الجدوى على النحو التالي عشان يتم تقويم المشروعات الاستثماري يعني اختيار الملائم منها وترك الآخر ابدأ بدراسة الجدوى المبدئية للحكم المبدئي على المشروع ويتطلب تجميع معلومات عن البيئة التي سينفذ فيها المشروع من البيئة التنافسية لبيئة العملاء لبيئة موريد المستلسمات هنوصل لسؤال هل فكرة المشروع جيدة؟ لو الإجابة لا نتوقف عن المشروع يبا كده مبدئيا المشروع مش نافع طب لو الإجابة نعم نخش فيه الدراسة التفصيلية الدراسة التفصيلية للحكم النهائي على المشروع واحد دراسة السوق لتحديد إمكانية تسويق المنتجات المزمع انتكها اثنين الدراسة الفنية لتحديد قابلية المشروع للتنفيذ من الناحية الفنية ثلاثة الدراسة المالية لتحديد حجم الاستثمارات وهيكل رأس المال ومصادر التمويل وتكلفة رأس المال وتقدير التدفقات النقدية الخارجة والدخلة وتوقيت هذه التدفقات استخدام معايير التقويم نستخدم احد معايير التقويم ممكن المعايير ده يقول يقبل المشروع او يرفض المشروع